بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم معلمتكم فاطمة عليحيا لمادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الماذا؟ أي صف أنتم؟ الصف الثالث بارك الله فيكم حتى نستفيد سويا من الدرس هناك إرشادات للصف سوف نتفق عليها ألا وهي أبحث عن مكان هادئ أجهز جهاز الحاسب الآلي وأجلس ماذا؟ جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت بارك الله فيكم أطلب منكم طلابي وطالباتي تنبيه أولياء الأمور أن لا بد من تواجدهم أثناء فترة البث لإحضار الأدوات وإضاح بعض النقاط المهمة للطالب هيا طلابي نشاهد الآن على الشاشة صورة ما هي هذه الصورة يا ترى؟ صورة قميص أو بلوزة أحسنتم بارك الله فيكم إذن موضوع درسنا عن الملابس أحسنتم سيكون بإذن الله موضوعنا عن فتح وإغلاق السحاب في الفستان أو القميص أو حتى البنطات أما فيما يخص الأهداف فالهدف العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على مهارة إغلاق وفتح السحاب الأهداف الخاصة ثلاثة أهداف أولها أن يعرف الطالب والطالبة السحاب ومكانه في الملابس أن يمسك الطالب والطالبة السحاب وينزله للأسفل لكي يتم الفتح أن يمسك الطالب والطالبة بالسحاب ويرفعه للأعلى حتى يتم الإغلاق صديقتنا هنا تقول لكم أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم سنتعرف اليوم على الملابس التي تخصني وسنشاهد كيف نغلق ونفتح السحاب أين هي السطرة التي تحتوي على سحاب؟ لنشاهد حيث تشير المعلمة بالمؤشر الأحمر هذه القطعة وهذه أيضا قطعة أخرى من الملابس يا ترى أي القطعتين تحتوي على سحاب وأيهم تحتوي على أزارير للإغلاق أنا أشاهد هنا نقطة 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 هذه النقطة تعبر عن ماذا؟ أزارير أحسنتم إذن هذا القميص لا يحتوي على سحاب أما هنا نشاهد ماذا؟ نشاهد ماذا حيث تشير المعلمة؟ سحاب سحاب أحسنتم بارك الله فيكم إذن هذه هي القطعة أو السطرة التي تحتوي على سحاب ما هو السحاب أو ما هو شكل السحاب؟ هذا هو الذي أستعرضه الآن لكم على الشاشة هذا ما يطلق عليه أو يسمى بسحاب سحاب أحسنتم؟ ماذا أيضا؟ هذا أيضا شكل آخر من أشكال ماذا؟ ماذا السحاب؟ الآن طلابي وطالباتي سأستعرض لكم السحاب بماذا بوضوح هذا هو السحاب هذا هو ماذا السحاب؟ بشكله الأصلي قبل خياطة ووضعه في الملابس سير معدني وماذا؟ مقبض حتى يتم مسكه للرفع للفتح وإنزال لماذا؟ للإغلاق إذن هذا هو ماذا السحاب؟ الآن طلابي بشكل عملي سنقوم بماذا؟ بمعرفة كيف نقوم بفتح السحاب وإغلاقه نشاهد هنا لدينا قطعة ملابس جميلة ذات لون أحمر حسنا يا ترى أين السحاب هنا؟ نشاهد أين السحاب؟ بارك الله فيكم هذا هو السحاب كيف أقوم بفتحه؟ ذكرنا عند رغبتنا بفتح السحاب نتجه للأسفل للأرض عند الأقدام هذا ما نعني به بالأسفل فنمسك بالمقبض هذا هو المقبض بعد ذلك نلتقطه ونقوم بمسك الكطعة والاتجاه نحو الأسفل حتى يتم فتح السحاب هيا هكذا نشاهد أنه ماذا؟ تم فتح السحاب أحسنتم بارك الله فيكم في حال رغبتي بإغلاق السحاب كيف أقوم بذلك؟ بمسك المقبض والاتجاه للأعلى حتى يتم الإغلاق اتجه للأعلى اتجاه الرأس اتجاه السماء حتى يتم الإغلاق هيا أمسك أثبت القطعة وماذا؟ أعلى 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 هيا هكذا تم إغلاق القطعة إذن عند مسك المقبض والاتجاه للأسفل للأرض فتح عند مسك المقبض والاتجاه للأعلى نحو السماء إغلاق بارك الله فيكم هيا ننتقل هنا نشاهد على الشاشة طلابي أيضا ماذا؟ أشكال مختلفة وألوان وتصاميم للسحاب صديقتنا هنا يا ترى هل هي تهم بإغلاق السحاب أم بفتحه؟ ذكرنا أنه في حال اتجاه اليدين للأسفل اتجاه الأرض يعني ففتح أين تتجه يد صديقتنا هنا؟ تتجه إلى ماذا؟ تقوم بشده إلى إلى الأسفل إذن فتح حسنا هنا يا ترى صديقنا أين تتجه يده؟ أين تتجه يده؟ إلى إلى الأعلى الأعلى إذن ماذا يقوم؟ بالإغ بالإغلاق بارك الله فيكم أحسنتم حتى يتم تعميم هذه المهارة أو تدريسها للطلاب لابد من ماذا تحليل المهمة؟ وهذه ماذا الشريحة؟ خاصة بأولياء الأمور أرجو منكم التركيز حتى يتم مساعدتكم على كيفية تعليم الطالب وتدريبه على فتح وإغلاق السحاب أولاً لابد أن يكون الطالب بكامل تركيزه ثانياً لابد أن نحضر الستردات السحاب ونقوم بالنمذجة أمامه لابد من النمذجة بعد ذلك يتم التطبيق أولاً أخبره بأني أنتجه وأنظر إلى السحاب بعيني حتى أحدد الهدف بعد ذلك أنتقل إلى اليد بمد اليد نحو السحاب بعد ذلك في حال رغبتي بالإغلاق أذكر بأني لابد أن أرفعه نحو السماء لابد من الربط للطالب حتى ماذا؟ يستطيع تذكر المعلومة بالارتفاع يتم الإغلاق حسناً يا بني في حال رغبتنا بالفتح الاتجاه للأرض هكذا بإذن الله سيتمكن الطالب من اكتسابها الآن ننتقل إلى تمارين الكتاب نشاط رقم واحد يقول ضع نجمة أسفل الستر التي تحتوي على سحاب ماذا كانت يا ترى؟ ماذا كانت؟ أحسنتم كانت هذه السترة نشاط رقم اثنان يقول صل بين السحاب والسترة التي تحتوي عليه ذكرنا وشاهدنا مع المعلمة بداية الحص شكل السحاب الأصلي بعد ذلك انتقلنا وشاهدنا الملابس التي تحتوي على سحاب أيهم التي في الشاشة تحتوي على سحاب؟ هذا القميص نشاهد أزارير إذن لا يوجد سحاب هنا نشاهد مقبض السحاب إذن إذن ماذا؟ أحسنتم بارك الله فيكم يقول نشاط رقم ثلاثة ضع دائرة حول مكان السحاب في السترة المقبض أين المقبض؟ الذي أمسك به حتى أغلق وأفتح بارك الله فيكم إلى هنا طلاب وطالبات ننتهي من الدرس حتى يتم تعميم المهارة يجب على أولياء الأمور تدريب الطالب واتباع التعليمات التي ذكرتها في شريحة تحليل المهارة وتكرارها فيما يخص التوصيات لا بد من المراجعة وتحفيز الطالب ورفع مانوياته وحل الواجبات المنزلية حتى يتم تكرير المهارة على الطالب إلى هنا طلاب وطالبات ننتهي من درسنا لهذا اليوم استودعتكم الله إلى اللقاء شكرا للمشاهدة